نشوف اللاطل الهدف الثاني لنادي الزمالك أولاً سيفي الجزيري لعب اللعبة دي لو فيها هيعقبه في حالة واحدة يا كريم نرجع بس نخطها خطو خطو هتوها بقى يا شباب نمشيها واحدة واحدة نخطها خطو خطو إن شاء الله في الاعادة يعني نشوفها واحدة أولاً ما فيش تسلل مرام التماس تمام؟ ما فيش موقف تسلل ولا حد في تسلل نحن نتكلم على فيه خطأ ولا ما فيش خطأ سيفي الجزيري اللعبة دي يعقب عليها لو فيه دينجيرز بلاي لو فيه لعبة خطرة منه طيب المسافة اللي موجودة هنشوفها بعد كده في لقطة تانية المسافة الموجودة بينه وباللعب النادي الأهلي دي ما فيش فيها خطورة وبالتالي يستمر اللعبة لما راحت لزميله ما كانتش في موقف تسلل استمرت اللعبة القرى التانية عاز بس نخطها واحدة 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 شباب الأولانية دي أكمل بقى دينجيرز بلاي بس لو فيه المسافة اللي موجودة وهو مدافع للاهلي راه برأسه للرجل او فيه احتكاك حصل بالرجل ل hearingsيتعاقب على دينجيرز بلي المسافة اللي موجودة بينه وبين يعني فيه لقطة بينها أو المسافة فرق بين اللعب الهلي ولعب الزمالي يوعاقب عليها لعب الزمالي هو لعب الكرة كمان هو لعب الكرة والكرة هي اللي اللي الاستمرت في رأس المدافع الأهلي تمام وبالتالي ما فيش خطأ هنا حالو دي اول حتة دي اول لقطة الي بعدها اللي بعدها بص هو بلعب الكرة زميله ده كان موجود في موقف سليم مفيش تسلل حيلا اللي هو بلعب الكرة بلمس الكرة صحة للمس الكرة زميله ده متغطي تماما مفيش تسلل وبالتالي استمر اللعب اللقطة مركبة فيها كذا حاجة أيها بالضبط طيب استمر اللعب راحت بعد كده اترفع بالعرض الكرة بص يا كريم نقف هنا بقنا نقف هنا عزنها في الكرة فوق الكرة هنا in between بين اللعب الاهلي ولعب الزمالك الاتنين لهم حق المنافسة عليها وبالتالي ايا كان من اللعب الكرة اللعب من اللعب الكرة الاحليكيك ده لا يعاقب عليه مفيش مفيش خطأ استمر بعد كده اللعبة داخلت جون المراجعة اللي بعملها دي هو اللي بعملها حاكم الفار وبالتالي هدف الزمالك التاني هدف صحيح مفيش فيه خطأ قبل الهدف ولا تسلل هاي الجد